الدكتور أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة والعدو التنفيذي لتطوير مصر والشريك الاستراتيجي لإيجيبس إنتربيونيرز ووردس مرحب بحضرتك معنا أهلا بيك أنا سعيد وجودي معك في البداية بقى كلامنا عن الجائزة السنة دي دورة الرابعة الجديد المستحدث فيها وطبعا حضرتك عدو لجنة تحكيم بالجائزة حكي لنا تجربة طبعا إحنا السنة دي سعداء بمشاركتنا كتطوير مصر كشريك استراتيجي للإي إي للسنة التالتة على التوالي وأنا سعيد بمشاركتي كجوري ميمبر للسنة الرابعة من أول نسخة أعتقد إن إي إي بتقدم تجربة قوية جدا للمجتمع المصري إن إحنا بنحتفل برواد الأعمال اللي نجحوا وعملوا سكسيس ستوري زي ما بيقولوا في مجالات كتيرة جدا مهم جدا إن إحنا نحتفل بالشركات النجحة ومهم جدا إن إحنا نوري النماذج دي للشباب عشان ده بيديهم دافع وبيديهم أمل بيوريهم تجارب نجحة ويقدروا يشوفوا النجح بيتم إزاي الإي إي إي بتقيم الشركات ورواد الأعمال تقييم موضوعي جدا بندخل في تفاصيل تخص تواجد الشركة في السوق تأثرها على الماركت أرقام الشركة ونتائجها لأننا في الآخر بندور على تجارب نجحة حقات نجح فعلي فسعيد بمشاركتي وسعيد بوجودي نهاردة لتكريم رواد الأعمال دول وإن إحنا نحتفل بيهم لأن هم دول حضر الاقتصاد المصري ومستقبله إن شاء الله ما بعد الجائزة هل بيتم متابعة رواد الأعمال دول ودعمهم مرة أخرى وبيتوقفها جائزة فقط؟ لا الموضوع عايز أقولك هو أكتر من الجائزة يعني حتى الشركات اللي هي ما بتاخدش جائزة بتاخدش أورد مجرد مشاركتها في الإي إيه ده له قيمة كبيرة جدا النتوركينج اللي بيتم هنا تواجد في وسط رجال أعمال كتير وفي وسط ناس كتيرة النتورك دي مهمة جدا والشباب بيستفيدوا من النتورك بعد الجائزة إحنا بنفضل على تواصل كتير منا بيكون صدقات من خلال الإيفنت وبنفضل على تواصل وبنفضل نقدم دعم ونقدم مشورة وأحيانا إحنا كمان بناخد منهم دعم ومشورة ده مجرد التواجد هنا قيمة في حد ذات ما ينفعش طبع حاجة تكون معنا ومنسأل أكتش سؤال تم طرح مؤخرا فكرة الفقاعة العقارية هل فعلا فيه فقاعة عقارية ولا أطول للناس؟ قولا واحدا مفيش فقاعة عقارية في مصر الطلب في مصر حقيقي التسعير حقيقي الطلب حقيقي سواء للاستثمار أو للاستعمال تسعير العقار في مصر مبني على أساس تكلفة تكلفة حقيقية أرض ومباني وتسويق وبيع ومصاريف إدارة حاجات كتيرة جدا فمفيش فقاعة عقارية في مصر ممكن نتكلم إن فيه في مصر ضعف في القدرة الشرائية ده حقيقي الأسعار زادت جدا مقارنة بالدخل ده حقيقي وده له حلول والشركات ابتدت تقدم بعض العروض في بيع للمصريين في الخارج فالسوق نفسه كسوق كمقوم للاقتصاد المصري لا هو سوق قوي جدا ومستقر ومفيش هيفقاعة ولا الكلام ده يعني ملوش أساس من الصح شكرا لك ترجمة نانسي قنقر شكرا لك